في خميسين متتاليين شهدت بغدادة وفاة خبيرتي التجميل رفيف الياسر ومن ثم رشال حسن والتي لم تعلم بعد أسباب وفاتها عكس الياسر التي أكدت وزارة الداخلية العراقية ببيان أن سبب الوفاة هو تناول جرعة دوائية كانت لها تأثيرات سلبية على سلامتها وأودت بحياتها وأضاف البيان أن الوزارة تنتظر نتائج التحليل النهائي والتشريح من الطب العدلي مشيرا إلى أن موضوع وفاة الياسر قص صاحبه إطلاق شائعات وأخبار غير صحيحة وزارة الصحة أكدت بعد اتصالنا بها أنها لا تملك معلومات لأسباب وفاة الحسن وبانتظار نتائج التحقيق أما صفحة المركز الخاص بها على فيسبوك بين وفاة رشال حسن إثر خفقان في القلب بينما هي قبيلة موتها بساعات نشرت معايدة لمتابعيها مؤكدة أنها مصابة بمرض الإنفلاونزا وبغض النظر عن مجريات التحقيقات لمعرفة ملابسات كلا الحادثتين إلى أن الفترة الزمنية المتقاربة ما بين وفاة الياسر ورشال حسن أثارت شكوك وقلق الشارع من احتمالية وقوف جهات مجهولة وراء تصفية أصحاب مراكز التجميل بطريقة ممنهجة ولأسباب لم تعرف بعد حتى اللحظة الرحلتان الياسر والحسن إضافة لعملهما في مجال التجميل عرفتا أيضا بمواقفهما الإنسانية تجاه قليل الدخل بإجراء عمليات جراحية وتبني حالات إنسانية بشكل شخصي ترجمة نانسي قنقر